وما لا نصدق أنه رح نسمع خبر فلسطين بلا ما تكون شيرين موجودة على الشاشة نحن اليوم ببيروت أمام مبنى الأسكوة لتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة لتحقيق الفوري بجريمة اغذيال شيرين أبو عاقل الزميلة الصحفية الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين اليوم اليوم كلنا فئنا على خبر اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقل زميلتنا بفلسطين عم نقول اغتيال لأنه العملية صارت هي أنص بالرأس رغم أنه شيرين كانت لابسة الدرعة والخوزة وكان عليهم علامة الصحافة أضعف الإيمان لأنه نحن نحاول نعمل وهلا اليوم هو أول شيء من وجه تحية لشيرين ولن يسكت لا الصوت الفلسطيني ولا الصوت الصحافي ولا الصوت العربي المناهض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجي ضد الفلسطيني